المسألة بقى السؤال التاني بقى دا السؤال الاول هل تم التلفيق انا كل دا بحشده لحضراتكم انه ليه اكون محتاج لتلفيق اصلا مش محتاج لتلفيق طيب سؤال التاني هل اخفت المحكمة شيء عن الناس انتوا شفتوا الفيديو اللي تجروا بيه اللي هو الولد اللي واقف بيتكلم عن تعذيبه دا قال انه انا عزبوني وهاتلي صاعد قهرابي يا سيد القاضي صاعد قهرابي وانا خلى اي حد يعترف انه قتل السادات وانا في جسم كهرباء تقضي مصر عشرين سنة ووالى اخر تمام دعكم دعكم من انه المحكمة احالة كل اللي قالوا احنا تعذبنا الى الطب الشرعي وطب الشرعي اقر انه لم يتم اكرههم على الاعتراف ومحاميهم لم يعترض على التقارير الطب الشرعي لكنه السؤال هوا الفيديوهات دي من اين تم تصورها فين طلعت ازاي يعني الفيديوهات اللي قنوات القوان والجزيرة وغيرها قاعدين جدوا انت كنت امام محكمة محكمة القضاء عاملنها بشكل واضح وشفاف وعلني والناس اللي عايز يقول حاجة يقولها من المتهمين من المحامين والمسألة بتسجل وبتزيع لو ان هناك تلفيق لو ان هناك اقراء لو ان هناك تعذيب مكانت الجلسات دي بقت سرية مش منظورة بلاش منعوا التصوير وبتحصل منعوا التصوير جيه القاضي خد قرار انه منع التصوير في المحكم مكانش الكلام ده طلع ازا المحكمة اثبتت بظهور هذه الفيديوهات التي يتحدث فيها المتهمين عن تعذبهم انها لم تكن تخفي شيء ولم تكن لديها رغبة في اخفاء شيء على الاطلاق طيب هقول لحضراتكم على حاجة الاخوان يا جماعة الاخوان لان ما ناس يجي يقول لك اصولوا الاخوان دول حاجة يعني هل الاخوان قتل بطبعتهم اقول لك اه قتل بطبعتهم وقبل ما وريكوا افكركم مش وريكوا افكركم بتهديداتهم ايام مرسي عايز اقرى لحضراتكم حاجة كتاب شهادة كتبها مواطن مصري يعرف الاخوان لهو احمد البهي على صفحته على فيسبوك قال ايه ورينا يا جوهر يركز معي كتب ايه قال ايه اهو قال كنت زمان اعرف ناس اخوان بحكم الشغل فيهم الحنين قوي وزوق جدا في التعامل مع الناس وفيهم الجلانف اللي بيصدروا في الخنائي توزيع الادوار كان ممتاز واحد يضرب واحد يلاقي بس الغاية واحدة في الاخر والولاء واحد ايه يا احمد البهي بقول ايه وساعة الشدة كلهم جنود تحت الطلب في خدمة الجماعة بس فيهم عرفت ان واحد من الناس الحنينة الزوق مات جراء انفجار قنبلة كان بيصنعها بنفسه في بيت مهجور في حدثة معروفة وقتها ساعتها قلت ان هر ازرق اذا كان الطائب الكيوت فيهم بيعمل كده فما بالك بالشرس انتو بتتكلموا في ايه بس يا اخواننا انت بتتكلم هنا عن مواطن هو عادي جدا في الشغل عارف قالك اللي كنت عرف اخوان من فيهم الحنينة الزوق وفيهم الشرس لحد ما لقى الحنينة الزوق ده مات فيه وهو بيصنعهم بله عشان يستخدمها فيه عملية ارهابية فانا بقول لحضراتكم ان الاخوان قتله بطبيعته خلونا بقى نتفرج على الجماعة دول اخوان وحلفائهم اللي هو يقولك الوقت يعني ثم ما يعملوهاش كل ما تبقى عملية ارهابية تحصل واحد يطلع في الاعلام يقولك الاخوان هم الذين ارتكبوا هذا الفعل فهيطلع واحد يقولك هو لسه التحيات حصلت يا جماعة فيه خصم خصم واضح يعلن عدائه للدولة المصرية خصم رفع السلاح فيه وجه الدولة المصرية حرب بينك وبينه فلما يحصل لك انت حاجة اعتداء ضرب تفجير تكسير فهتيقولك لا لا يا جماعة مش عايزين نسبق التحقيقات ونسبق الاحداث ليه هو فيه له وخفي هيرتكب هزي الاحداث افكركم فيه اعتصام النهضة اللي كان موجود قبل وبعد خالي اموت فتكروا الناس دي كده افكروني بيهم يا شباب تأييد لنصرة الشرعية وتأييد الدكتور مرسي واحنا جايين بنقول رسالة واضحة جدا للعلمانيين وبنقول للليبراليين ان لو سقط الشرعية مرسوية مش هتسقط وانتوا اقل من ذلك بكثير بنقول لهم حيكون فيه دماء دماء وسهرات مفخخة طيب ده كان في النهر انتوا روحوا رابعة كده تشوفوا برضو